يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم فاطمة تقول والخطاب موجه لي ولكم جميعا كما جاء في خطبتها المعروفة ما هذه الغميزة في حقي والسنة عن ظلامتي أما كان رسول الله أبي يقول المرء يحفظ في ولده والصادق إمامنا جعفر يخبرنا عن الذي جرى على أمه فاطمة والرواية في أوثق كتبنا كامل الزيارات وتضرب أي فاطمة وهي حامل إلى أن يقول وتطرح ما في بطنها من الضرب وتموت من ذلك الضرب وأنا أقول ولا أدري هل تقولون معي أو لا مثل ما جاء في زيارتها أني راض عن من رضيت عنه ساخط على من سخط عليه متبرئ ممن تبرأت منه موال لمن واليتي معاد لمن عاديتي مبغض لمن أبغطي محب لمن أحببتي يا أم الحسن والحسين أشهدك يا صاحب الأمر على عقيدة هذه في حياتي ومماتي وأريد بتوفيقك أن ألقاك عليها في الدنيا والآخرة أخوتي أخواتي أبنائي بناتي لا أخفيكم سرا إذا كنتم تبحثون عن تطعيم أو علاج للخلاص من الصرطان القطبي الخبيث فهذا هو العلاج الناجع من هذا الداء الوبي فاطمة توالون من والاها وتعادون من عاداها عقلا وقلبا وقولا وعملا بين أيديكم الآن الحلقة الخامسة والأربعون من من الصرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية عاذن الله تعالى وإياكم منه وطهر عقولنا وعقولكم وقلوبنا وقلوبنا وقلوبكم وديننا ودينكم من هذه القذارة بولاء فاطمة وآل فاطمة صلوات الله عليها وعليه فاصل فاصل إرهابي قطبي وبعد الفاصل نلتقي آخر شيء وصل الحديث إليه في الحلقة الماضية وثيقة مهمة جدا معروفة لدى المتخصصين بالتاريخ الفلسطيني متوفرة في الكثير من المصادر موجودة في مراكز الوثائق الفلسطينية رسالة مهمة بعثها مفتي فلسطين أمين الحسيني إلى المندوب السامي البريطاني في فلسطين رجاء الكونترور الروم أعرض لنا صورة أمين الحسين هذه هي صورة الزعيم والقائد والمفتي الفلسطيني المعروف محمد أمين الحسين رجاء أعرض لنا صورة الرسالة والتي هي بين يديي الآن أعرض لنا صفحات هذه الرسالة هذه الصفحة الأولى الصفحة الثانية الثالثة الرابعة فهي تتألف من أربع صفحات بحسب ما هو مطبوع ومتوفر بين يدي سأقرأ عليكم الرسالة بكاملها لأهميتها نبدأ من العنوان المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى يعني هذه جهة الإصدار قطعا ورئيسه أمين الحسين المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى العنوان البرقي المجلس الإسلامي القدس القدس الشريف صندوق البريد خمسمية وسبعة عش التليفون ثلاثمية وسبعة وسبعين وثلاثمية وثمانية وسبعين التاريخ عشرين رمضان ألف وثلاثمية وثلاثة وخمسين هجري سبعة وعشرين كانون الأول ألف وتسعمية وأربعة وثلاثين يعني الرسالة مبعوثة قبل تأسيس دولة إسرائيل التي أسست بحسب الأمم المتحدة وأعلن عنها بشكل رسمي سنة ألف وتسعمية وثمانية وأربعين الشهر الخامس ألف وتسعمية وثمانية وأربعين الرسالة مبعوثة سبعة وعشرين كانون الأول سبعة وعشرين أطنعش ألف وتسعمية وأربعة وثلاثين في الفترة التي كان يعد اليهود أنفسهم لتأسيس دولتهم ويهيئون المقدمات أقرأ عليكم الرسالة فخامت المندوب السامي المحترم هذه رسالة أمين الحسين دوائر الحكومة القدس تبدأ الرسالة عينت الحكومة في سنة ألف وتسعمية وتسعة وعشرين لجنة خاصة لدرس حالة الفلاح الاقتصادية في فلسطين وتبيان وتبيان العلاجات المسعفة لإنهاضه من حالته التعسة التي يأن تحتها عن أي حكومة يتحدث يتحدث عن حكومة الانتداب البريطاني في فلسطين حكومة الانتداب هي التي عينت لجنة خاصة لدراسة حالة الفلاح الاقتصادية في فلسطين الفلسطيني حديث عن الفلاح الفلسطيني فلاح العربي الفلسطيني عينت الحكومة في سنة 1929 لجنة خاصة لدرس حالة الفلاح الاقتصادية في فلسطين وتبيان العلاجات المسعفة لإنهاضه من حالته التعسة التي يأن تحتها أسمتها لجنة جونسون جروسبي فقدمت هذه في السنة التالية اللجنة هذه تقريرا وافيا أبانت فيه حالة الفلاح السيئة ووجوب العمل السريع للأخذ بيده وقدرت فيما قدرت بموجب الإحصاءات الدقيقة أنه يلزم للفلاح بصورة عامة مئة دونم كي يتمكن أن يعيش بزراعتها الزراعة الواسعة المعتادة وأبانت أن مجموعة أراد فلسطين لا تكفي للعرب إذا ما قسمت عليهم حسب هذا التقرير ثم أيدت لجنة التحقيق البرلمانية سنة 1930 ضمن هذه النظرية وعلى أثرها أرسلت الحكومة أعظم متخصص لديها لدرس حالة فلسطين من وجهتي الأراضي والهجرة باعتبار أن اليهود بدأوا يهاجرون إلى فلسطين وهو السير جون هوب سيمبسا فقرر فيما قرر أن العائلة العربية الزراعية تحتاج إلى 130 دون من كي تتمكن من العيش عليها وأن فلسطين لا تحتوي على أراضي كافية للعرب حسب هذه النسبة ثم استدعت الحكومة اختصاصيا آخر هو المستر فرانش لدرس الحالة وتطبيق نظريات السير جون فأيد هذا تلك النظريات كل التأييد ووسعها ومع كل هذا فلم تقم الحكومة بأي عمل جدي للمحافظة على مصالح العرب هذه التي ثبت من كل الهيئات المذكورة أعلى أنها تتضعضع إن لم تقم الحكومة بعمل حاسم لإزالة الضرر بإيقاف نقل الأراضي من العرب إلى غيرهم إلى غيرهم إلى اليهود وقد أيد هذه الحجة اليهود أنفسهم بطريقة أخرى إذ أبان المستر خانكين وهو خبير اليهود الأوحت في أراضي فلسطين بموجب رسالة أرسلها للسير جون سنبسل أثبتت في تقريره المذكور أعلى ردا على قوله بأنه لم يبقى للعربي أراضي يمكنهم أن يستغنوا عنها بدون الإضرار الحقيقي في أنفسهم هذا كلام خبير يهودي فقال إنه يوجد في تأريخ كتابه تموز تأريخ هذا الكتاب كتاب رسمي تموز 1930 ما لا يقل عن مئة ألف دون يمكن للعرب أن يستغنوا عنها بدون الإضرار بأنفسهم وأنه إذا ذهبت هذه المساحة من أيدي العرب فعندئذ يمكن القول إن حالتهم تستوجب النظر والعناية دفعا للضرر إن تقارير الحكومة السنوية أثبتت على أن الأراضي التي سجلت في الطاب فعلا من العرب إلى اليهود منذ ذلك التاريخ إلى آخر سنة 1933 كانت ما يقرب من 120 ألف دون فإذا أضفنا إلى ذلك المساحات الواسعة جدا التي سجلت في بحر هذه السنة 1934 ولا يوجد بين أيدينا إحصاء يعد عن مقدارها وإذا أضفنا أيضا الأراضي التي أصبحت لليهود بموجب عقود لا يمكن الإخلال بها للغرامات الكبرى التي تحتويها وهي لا تقل عن ضعف تلك المساحة فإنا نجد أن الخطر الواقع من انتقال الأراضي من العرب إلى اليهود أصبح لا يحتاج إلى برهان أو تدليل حتى بإقرار اليهود أنفسهم مثل ما تقدم في الحديث قبل قليل ولكن لا يوجد أي شيء عن غصب من اليهود لأراضي العرب ألا تلاحظون ذلك فالكثير من الأراضي أخذها اليهود برضا من العرب هذه رسالة أمين الحسين أنا هنا لا أريد أن أدافع عن اغتصاب اليهود لأرض فلسطين ولكنني أريد أن أبين لكم الحقائق مثل ما أخذت لكم مثالا في الحلقة المتقدمة الرسالة التي بعثها الملك فيصل ابن عبد العزيز آل سعود إلى الرئيس الأمريكي جونسون فذلك مثال من الزعماء الإسلاميين وهذا مثال من نفس الشعب الفلسطيني حتى نعرف ما هو الموقف الصحيح وأين نقف وأين نضع أقدامنا وحتى نعرف ما الذي جرى في التأريخ الرسالة إلى الآن ما تحدثت عن شكوى من اليهود أنهم اغتصبوا أراضي الفلسطينيين الرسالة تتحدث عن أن الفلسطينيين يسجلون الأراضي بأسماء اليهود بشكل قانوني قطعا هم يدفعون لهم الأموال والأموال الطائلة كانوا يدفعون لهم أموالا أضعاف ثمن الأراضي التي اشتروها اليهود كانوا يخططون كما قلت العرب فاشلون الشعوب العربية شعوب فاشلة والحكومات فاشلة واقع واقع يهيمن عليه الفشل من جميع الجهات وتستمر الرسالة أنا أقرأ من صفحة اثنين والأنكى من كل هذا أن اليهود بتأثير نزول قيمة النقد الفلسطيني والاعتبارات أخرى أخذوا يشترون القطع الصغيرة من العرب بأسعار باهظة مغرية بحيث أنهم يجردون الكثير من العائلات العربية من كل أرض يملكونها ولكن بالأموال بحيث أنهم يجردون الكثير من العائلات العربية من كل أرض يملكونها فيصبحون خاليء اليد من كل زراعة وعالة فيصبحون خاليء اليد من كل زراعة وعالة على المجتمع إن الحكومة البريطانية أمام هذه الكوارث في غير فلسطين قد سنت أو أوجبت سن قوانين من شأنها أن تمنع على الأقل الكمية الضرورية لإعاشة العائلة من البيض يريد من البريطانيين أن يمنع الفلسطينيين من بيع أراضيهم هكذا هي الحكامة يريد من البريطانيين أن يمنع الفلسطينيين بالقانون بالقوة من بيع أراضيهم أليس هذا هو الفشل بتمامه وبحقيقته فشل الشعوب غباء الشعوب عدم وعيها إن الحكومة البريطانية أمام هذه الكوارث في غير فلسطين قد سنت أو أوجبت سن قوانين من شأنها أن تمنع على الأقل الكمية الضرورية لعاشة العائلة من البيع بأي طريقة ولأي سبب كان فسنت قانون الخمس أفدن في مصر يعني البريطانيون يلاحظون مصالح الفلاح المصري فسنت قانون الخمس أفدن في مصر بحيث لا يستطيع الفلاح المصري إذا كان يملك خمسة أفدن لا يستطيع أن يبيعها فسنت قانون الخمس أفدن في مصر وقانون مماثلا له في البنجاب بالهند مع أن الحالات هناك لم تكن بالشدة التي عليها فلسطين ولم يكن المشترون هناك يعني في مصر وفي البنجاب من الأشخاص المربوطين بروابط سياسية كما هو الحال مع اليهود حيث يرتبطون بالمنظمة الصهيونية ولم يكن المشترون هناك من الأشخاص المربوطين إذا كانت القضية هكذا فلماذا هذا الغباء من الفلسطينيين ولماذا هذا الغباء من الزعامات الفلسطينية التي كان لها التأثير على الشعب الفلسطيني من رجال الدين من رجال المجتمع لماذا لم يؤثر ولم يوجه ولم يكن المشترون هناك من الأشخاص المربوطين بروابط سياسية تضطرهم إلى عدم التخلي عن الأرض بعد شرائها وعدم تشغيل أحد غيرهم عليها كما يفعل اليهود في فلسطين فاليهود يشترون الأراضي بأموالهم يغدقون بالأموال على الفلسطينيين بعد ذلك سلبوا الأموال من الفلسطينيين كيف أسسوا المواخية جاءوا باليهوديات الجميلات وأسسوا دور القمار أسسوا دورا للقمار صغيرة في كل المناطق وجعلوا الفاتنات من النساء من نساء اليهود يغرين شباب الفلسطينيين ورجال الفلسطينيين الذين باعوا بيوتهم وبساتينهم وأراضيهم إلى اليهود الفاتنات سحبنا هؤلاء إلى المواخير وإلى بيوت القمار فصبوا كل الأموال التي أخذوها من اليهود وأضافوا عليها ما كانوا يملكونه سلبوهم كل أموالهم لذلك اضطروا أن يعيشوا في خيام في خيام داخل الأرض الفلسطينية المخيمات الفلسطينية داخل الأرض الفلسطينية هكذا نشأت وقد يلاحظ في هذا الشأن أن بعض ملاكي العرب يملكون مساحات أكثر من 130 دونما غير أن هذه الملاحظة تبدو عديمة الأهمية بسبب أن مزارعي أراضي ملاكي العرب الذين يملكون مساحات واسعة هم من العرب الذين لا أرض لهم وإن خروج هذه المساحات أو أكثرها من أيدي العرب إلى اليهود يؤدي إلى حرمان مزارعي العرب من موارد رزقهم لأن اليهود لا يشغلون العرب في هذه المزارة يشغلون اليهود القادمين من أوروبا أو من مناطق أخرى من العالم يؤدي إلى حرمان مزارعي العرب من موارد رزقهم ومجالات تعيشهم كما يقع كل يوم تقريبا في مختلف أنحاء فلسطين رغما عن قانون حماية المزارعين الذي لم ينتفع منه هؤلاء المزارعون هم لم ينتفعوا القانون موجود الذي لم ينتفع منه هؤلاء المزارعون انتفاعا صحيحا لماذا بسبب الأساليب والإغراءات التي يسلكها اليهود في حملهم على ترك الأراضي التي يزرعون فيها وإسقاط حقوق مزارعاتهم عليها جهلا وغباء وبعدا عن تقدير مصائرهم إذن القضية من هنا بدأت بدأت من الجهل والغباء وهذا هو فشل الشعوب العربية والإسلامية فشل المؤسسة الدينية أين هي المؤسسة الدينية التي كانت تحلب الأموال من الفلسطينيين في ذلك الوقت أين هي أين هم رجال الدين أين هم رجال السياسة الأغبياء تفتق الذكاء فذهبوا وأسسوا جيشا نازيا إن المجلس الإسلامي في هذه المناسبة يود أن يلفت نظر فخامتكم إلى أن تقاعس الحكومة عن الإتيان بأي عمل حاسم لدرع الخطر النازل بالعرب من جراء بيوع الأراضي هو مخالف لنص المادة أربعة وستة من سك انتتاف فلسطين الذي تقوم حكومة فلسطين على أساسه هو الذي لا يحمي نفسه يتوقع من سلطة الاحتلال أن تحميه أي كلام وإن هذا الخروج على القانون الذي تتأسس عليه الحكومة الحاضرة مع إهمالها تلافي الضرر الواقع الذي لا نزاع في وجوده من هذه البيوع والمبين تفصيلا في تلك التقارير الرسمية المذكورة أعلى مما يدعو إلى اليأس والقنوط وهذا اليأس والقنوط يستمر إلى هذه اللحظة مثل ما بينت في حلقة يوم أمس من أن أقوى الأسباب التي أدت إلى قوة إسرائيل تقدم إسرائيل انتصار إسرائيل في كل الحروب على العرب هو فشل هذه الأمة فشل العرب ابتداء من الشعوب وانتهاء بالحكومات أمة فاشلة بكل المقاييس ومن ينظر إلى فشلهم إلى فشل الشعوب العربية وفشل الشعوب الإسلامية وفشل الحكومات في الدول العربية وفي الدول الإسلامية قطعا يصل إلى هذه النتيجة التي وصل إليها أمين الحسين إلى اليأس والقنوط ولا نخال أن فخامتكم ترون من الحكمة أن تدعوا هذا اليأس يتحكم في قلوب الشعب خصوصا مع وجود هذه الكارثة التي ما زالت تزيد كل يوم في أعداد المتأثرين من نتائجها ما هي من أيديهم ولذا نرجو من فخامتكم أن تنظروا بعين الاعتبار إلى المطالب التالية أولا أن تقوم الحكومة في فلسطين بسن تشريع تمنع فيه البيع من العرب إلى اليهود بالنظر لقلة ما بقي في أيدي العرب من الأراضي التي تكفي لاحتياجاتهم الضرورية والله هذا الكلام لا أدري هل نضحك عليه هل نبكي عليه هذا هو الواقع السيء في تأريخنا على طول الخط ثانيا أن تسن تشريعا تمنع فيه بيع أي قطعة من الأرض لأي كان إذا كان صاحبها لا يملك من المساحة العدد من الدونمات التي جاء في تقرير سنبسن إنها الحد إنها الحد الأدنى لما تحتاجه العائلة العربية للقيام بأود عيشها وهي 130 دونما وتفضلوا بقبول بقبول فائق الاحترام رئيس المجلس الإسلامي الأعلى محمد أمين وبعد ذلك الإمضاء والتوقيع هذه الوثيقة من مصادرها مؤسسة الدراسات الفلسطينية يمكنكم أن تدخلوا إلى موقعها الألكتروني وتطلعوا على هذه الوثيقة التي قرأتها عليكم وأيضا من مصادرها حوليات القدس وهي مجلة معروفة مجلة دورية تعنى بتاريخ مدينة القدس ومجتمعها وثقافتها العدد الثاني عشر 2011 من صفحة 113 إلى صفحة 114 هذا هو حال الفلسطينيين وهكذا كانت البداية لنشوء إسرائيل تتذكرون ماذا قلت في أسباب قوة إسرائيل وانتصارها وتفوقها على العرب أول سبب إخلاصهم لقضيتهم وتضحيتهم لأجلها بذلوا كل شيء وثانيا ذكاء في التخطيط ودقة في التطبيق وثالثا الدعم الأمريكي بلا انقطاع لم تدعم الولايات المتحدة الأمريكية أحدا أبدا مثلما دعمت إسرائيل ولا زالت وستبقى فإسرائيل فلذة من فلذات كبد الولايات المتحدة الأمريكية ورابعا أتحدث عن فلذة من فلذات كبد الولايات المتحدة الأمريكية بالمنظور السياسي لا أتحدث عن المنظور الإنساني بمنظور المصالح والسياسة ورابعا السبب الأقوى فشل الشعوب العربية والإسلامية ومن هذه الشعوب الفاشلة نشأت حكومات فاشلة لا يمكن أن تخرج حكومات ناجحة من أمة فاشلة من رأسها إلى قدمها وهذا مصداق واضح وصريح وجليل أمين الحسين من يأسه وقنوطه ومن فشل أمته ومن فشله هو أيضا ألقى بنفسه في أحضان النازية وأسس جيشا إسلاميا عربيا نازيا رجاء أعرض لنا صورة أمين الحسين مع هتلاق الصورة الأولى والصورة الثانية أيضا أعرضوها لنا وأعرضوا لنا صورة أمين الحسيني مع سعود بن عبد العزيز الذي كان وليا للعهد في زمان أبيه عبد العزيز آل سعود ثم صار ملكا بعد ذلك وعرضوا لنا الوثيقة التي عرضت يوم أمس في البرنامج التي كانت بخط عبد العزيز آل سعود ماذا جاء في هذه الوثيقة بسم الله الرحمن الرحيم أنا السلطان مع الأخطاء الإملائية واللغوية لا شأن لنا بذلك المفروض أن المكتوب في هذه السطور بسم الله الرحمن الرحيم أنا السلطان عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود أقر وأعترف ألف مرة للسير برسي كوكس من دوب بريطانيا العظمى لا مانع عندي من أن أعطي فلسطين لا مانع عندي من أن أعطي أو من إعطاء من أن أعطي فلسطين للمشاكين اليهود أو غيرهم أي واحد وكما تراه بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى تصيح الساعة هذا هو منطق حكامنا وملوكنا الذين يحكمون باسم الإسلام وحكموا الأمة باسم الإسلام ولا زالوا يحكمونها باسم الإسلام أعرضوا لنا صورة الملك سعود بن عبد العزيز لوحده هذه صورة الملك سعود بن عبد العزيز الذي صار ملكا بعد وفاة أبيه والذي كان يجلس أمين الحسيني بجانبه قبل قليل في الصور التي تقدم عرضها اعرضوا لنا صورة الملك سعود ابن عبد العزيز آل سعود مع شاه إيران اجعلوا الصورة واضحة هذه الصورة في إيران في طهران لأن هذه الملابس التي يلبسها الشاه هذه ملابس خاصة بالبلاط الملك في طهران لن يسافر بمثل هذه الملابس هذه الملابس يلبسها الشاه في بلاطه في بلاط آريا مهر شاه شاه إيران كما يلقب نفسه ملك الملوك هو هكذا يلقب نفسه شاه 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 يعني ملك الملوك هذه الصورة في طهران أثناء زيارة الملك السعودي سعود بن عبد العزيز آل سعود إلى إيران لاحظوا الكرسي أو العرش الذي يجلس عليه الشاه ولاحظوا الكرسي الذي يجلس عليه سعود بن عبد العزيز هكذا كان يتعامل الشاه معهم وهم يذعنون له لماذا لأن الشاه كان يمثل السلطة الأمريكية في المنطقة رجاء اجعلوا الصورة كبيرة على الشاشة حتى يلاحظ المشاهدون الصورة بشكل واضح فلاحظوا عرش الشاه هذا في طهران ولاحظوا العرش الذي يجلس عليه الملك السعودي العربي ولاحظوا هذا الذي يرتدي الكوفية والعقال جالس بصورة مهينة على الأرض لا أدري هل هو صحفي مترجم مراقب لا أدري لا أدري من هو هذا ولكن قطعا ضمن الوفد السعودي لذلك أنا عرضت الوثيقة الوثيقة ماذا جاء فيها جاء فيها أن عبد العزيز مؤسس المملكة العربية السعودية هكذا يقول لا مانع عندي من أن أعطي فلسطين للمساكين اليهود أو غيرهم وكما تراه بريطانيا التي لا أخرج عن رأيها حتى تصيح الساعة لما تحولت السلطة في المنطقة إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهم نقلوا هذا الولايات الموجود في هذه الوثيقة نقلوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويتجلى هذا واضحا في كيفية خضوعهم وتذللهم لشاه إيران قد يقول قائل هذا من سوء عدب الشاه من عدم اللياقة المفروض أن الشاه أيضا يجعل ضيفه يجلس على عرش كعرشه فماذا يفعل الملك سعود فمن حسن أدبه ومن حلمه سكت عن هذا الأمر وإنما هذا الفعل من سوء أدب الشاه يمكن أن يكون هذا الكلام أعرض لنا صورة الملك فيصل رجاء صورة الملك فيصل هذه صورة الملك فيصل الذي صار ملكا على السعودية بعد أن خرف وكبر الملك سعود وصار لا يميز لذلك أخرجوه من الحكم أرسلوه إلى القاهرة وصار الملك فيصل ملكا بعد أخيه سعود رجاء أن اعرض لنا صورة الملك فيصل ولكن حينما كان وليا للعهد في زيارة لشاه إيران إلى سعودية هم أيضا وضعوا له عرشا خاصا به هذه الصورة من زيارة الشاه إلى السعودية لأن هذا الرسم الذي كان معروفا في كل دول الخليج هكذا يتعاملون مع الشاه وسنويا لا بد أن يذهب أحد من الأمراء أو الملوك لتجديد العهود مع الشاه فالشاه كان بوابة لهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصور تتحدث عن ذلك فضلا عن التأريخ والوقائع والوثائق ولكن هذه الصور واضحة وصريحة هذه الصورة في الرياض فجعلوا له عرشا صحيح أن فيصل هنا لم يكن ملكا كان وليا للعهد ولكنه يجلس على مقعد على كرسي كبقية الكراسي التي يجلس عليها بقية الأشخاص وتلاحظون أيضا أن شخصا معقلا يجلس على الأرض نفس الحالة التي كانت في الصورة السابقة حينما كان الملك سعود في طهران هذا هو حال ملوك العرب هذا هو حال العرب هذا هو حال الشعوب العربية الفاشلة وحال الحكومات العربية الفاشلة وبعد ذلك نلوم الشاه أن يحتقر العرب لذلك كانت هذه المادة الإعلامية موجودة في كل وسائل الإعلام أي مادة دائما هناك في التلفزيون وفي الإذاعات وفي الصحافة وفي المجلات دائما هناك ما ينشر وما يعرض ما فيه إساءة للعرب فصارت هناك تربية أبو الشاه خمسة عشر سنة خمسطع سنة والشاه خمسة وثلاثين سنة رضا شاه خمسطع سنة محمد رضا شاه خمسة وثلاثين سنة خمسون سنة من تربية الشعب الإيراني في الإعلام وفي مختلف الوسائل على احتقار العرب فلذلك حينما يذهب العرب ويختلطون بالإيرانيين ويتلمسون شيئا من هذه المعاني فهذا الأمر ما هو بمستغرق ولكن ملوك العرب لهم يد في تكوين ذلك ولاحظتم الصور أمة فاشلة شعوب فاشلة وحكومات فاشلة هذه هي الحقيقة وهؤلاء هم الذين ضحكوا علينا فحولوا لنا قضية فلسطين من قضية مهمة في المستوى السياسي إلى قضية مركزية في الجو العقائدي فألغينا قضيتنا المركزية المشروع المهدوي الأعظم وجئنا بهذه القضية قضية مركزية الأخوان المسلمون ضحكوا علينا والحكام العرب ضحكوا علينا ومؤسستنا الدينية الشيعية الرسمية ضحكت علينا وأحزابنا الدينية ضحكت علينا هذه هي الحقيقة نذهب إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم وأنا أنظر إلى هذه الصور التي عرضتها عليكم فيتظهر أمامي على الشاشة أراها وأنا أنظر إلى هذه الصور وكيف يجلس ملوك السعودية بصغار بين يدي الشاه الإيراني خطرت في ذهني خاطرة تذكرت أمرا واقعة حدثت أيام كنا في المعارضة الشيعية العراقية لما تشكل وفد من المعارضة العراقية وذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية ومن جملة الشخصيات التي تشكل منها هذا الوفد السيد محمد بحر العلوم رحمة الله عليه استقبلهم آنذاك وزير الخارجية الأمريكي على أي حال وانتشر الخبر في الإعلام لما جاء السيد محمد بحر العلوم إلى إيران في زيارة من زياراته عاتبه السيد محمد باقر الحكيم رحمة الله عليه وكان في وقتها السيد محمد باقر الحكيم قد سافر إلى السعودية والتقى بالملك فهد آنذاك وأيضا انتشر خبر الزيارة في الإعلام سيد محمد باقر الحكيم عاتب السيد محمد بحر العلوم من أنه كيف تذهب إلى زيارة أمريكا باعتبار الأجواء في إيران سيد محمد باخر الحكيم في إيران ولا يمكن أن يخرج عن طوع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وموقف إيران من الولايات المتحدة الأمريكية والموقف العام في وسط المعارضة الشيعية الدينية الموجودة في إيران محكوم محكوم بالموقف الإيراني عموما فالسيد محمد باقر الحكيم يقول لسيد محمد بحر العلوم كيف تسافر في هذا الوافت وتذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتلتقي بوزير الخارجية وكذا وكذا هناك تفاصيل سيد محمد بحر العلوم قال لسيدنا أنا أحسن منك على الأقل أنا رحت للراس ما أنت رحت للذيول ألم تكن قبل أيام في السعودية أنت رحت للذيول رحت تستجدي من الذيول نحن ذهبنا نستجدي من الراس على أي حال وللقصة تفاصيل لا أريد أن أذهب في ذيول القصة الحديث لا زال تحت هذا العنوان فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة أبرز عنوان حينما نتحدث عن فلسطين في ساحة الثقافة العربية الإسلامية ولا أبالي بالحديث عن مضامين الثقافة في هاتين الساحتين حديثي عن الساحة الثقافية الشعية والتي هي تأتي تبعا لهاتين الساحتين للساحة الثقافية العربية السنية والساحة الثقافية الإسلامية السنية فتأتي ساحتنا الثقافية الشعية تبعا لهذه الثقافة السنية هناك عنوان بارز حينما نتحدث عن فلسطين حينما نتذكر فلسطين القدس وهناك عنوان بارز أيضا حين يكون الحديث عن القدس المسجد الأقصى المسجد الأقصى لا شأن لي بثقافة المخالفين لا شأن لي بثقافة العربي من النواصب وأعداء آل محمد لا شأن لي بها أولا عنوان هذه الحلقات هذه الحلقة والحلقتان السابقتان قبلها فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة المسجد الأقصى في ثقافة الكتاب والعترة ليس في الأرض إنه في السماء فلا يوجد شيء في الأرض اسمه المسجد الأقصى في ثقافة الكتاب والعترة على نحو الحقيقة لا تستعجلوا بالحكم علي تريثوا أنتم معبؤون بثقافة النواصب فماذا أصنع لكم هذا هو الكتاب الكريم سورة الإسراء أو قد تسمى بسورة بني إسرائيل سورة الإسراء أو سورة بني إسرائيل الآية الأولى بعد البسملة سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الآية واضحة جعلت بداية الإسراء من المسجد الحرام وجعلت نهاية الإسراء عند المسجد الأقصى فأين كانت نهاية الإسراء في فلسطين أم كانت نهاية الإسراء ما بعد حجب النور المسجد الأقصى هو الموقع والمنزلة التي بلغها ما بعد العرش رسول الله وما بعد حجب النور وما بعد السبحات ما بعد كل شيء دنى فتدلى ذلك هو المسجد الأقصى نهاية الإسراء هناك هناك حيث سجد سيد الأنبياء المسجد الأقصى هناك الآية واضحة الآية تحدثت عن بداية الإسراء وعن نهاية الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى نهاية الإسراء أين أكانت في فلسطين أم كانت هناك الإطلاق الحقيقي لهذا العنوان لهذا المصطلح هو إطلاق على المكان الذي بلغه سيد الأنبياء وما بلغه أحد جبرئيل ماذا قال لو دنوت أنملا لحترقت لا جبرئيل ولا الأنبياء جبرئيل هو معلم الأنبياء ولكنه ولكنه هو عبد بين يدي محمد صلى الله عليه وآله لو دنوت أنمل لحترقت ما ما قاله جبرئيل لسيد الأنبياء وحتى هذا كلام يأتي بحسب جبرئيل وبحسب نحن القضية أعمق وأعمق وأعمق إذا أردنا أن نقيسها بحسب محمد صلى الله عليه وآله المسجد الأقصى هناك في أقرب محل من الله سبحانه وتعالى وصل إليه محمد المحمود وسجد ذلك هو المسجد الأقصى نهاية الإسراء وليس في فلسطين سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآية واضحة وواضحة جدا إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله بيت المقدس في فلسطين والذي يصطلح عليه الآن واصطلح عليه المسلمون سابقا المسجد الأقصى وأطلق عليه مجازا المسجد الأقصى مبارك مبارك فلا فلا معنى لذكر مباركة المسجد الأقصى إذا كان المراد منه بيت المقدس في جانب ذكر المسجد الحرام ذكر المباركة هنا يدل على أن المباركة في المسجد الأقصى أعلى رتبة من المباركة في المسجد الحرام اقرأوا الآية ودققوا النظر فيها سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله هذه مباركة هنا أعلى رتبة من المباركة الموجودة في المسجد الحرام وبديهي عندنا أن المسجد الحرام أعظم رتبة من بيت المقدس خلل في البلاغة إذا أريد من المباركة هنا مباركة ترتبط ببيت المقدس المباركة هنا أعلى رتبة بكثير من المباركة في المسجد الحرام ولذلك ذكرت ولأنها صارت الغاية الغاية هنا المسجد الأقصى البداية من المسجد الحرام فالمسجد الحرام له مباركة تناسبه والمسجد الأقصى له مباركة تناسبه ولكن أعلى وأعلى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا الآيات التي يراها نبينا في المسجد الحرام أعظم من الآيات التي رآها في بيت المقدس فالآيات هنا آيات كبرى آيات عظمى إذا ذهبنا إلى سورة النجم ثم دنى فتدلى من هو محمد المحمود الأحمد ثم دنى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رآ إلى أن تقول الآيات الآية الثامنة بعد العاشرة من سورة النجم لقد رآ من آيات ربه الكبرى أين رآ ذلك عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغش السدرة ما يغش ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى لقد رآ من آيات ربه الكبرى هذه الآيات الكبرى التي رآها هناك هي التي تتحدث عنها سورة الإسراء فسورة الإسراء هنا تتحدث عن عظمة الإسراء وعما تجلى من الآيات الكبرى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا ماذا جاء في سورة النجم لقد رأى من آيات ربه الكبرى هذه الآيات الكبرى هي التي تحدثت عنها سورة المدثر كلا والقمر والليل إذا أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر إنها لإحدى الكبر إحدى هناك تأنيف والكبر جمع للآيات الكبرى إنها لإحدى الكبر ماذا يقول آل محمد في معنى هذه الآية وهذا هو الجزء الثامن من تفسير البرهان صفحة 159 مؤسسة الأعلم للمطبوعات الحديث الحديث السابع ينقله عن تفسير علي بن إبراهيم التفسير الذي يشتمل على روايات الباقر والصادق التفسيرية صلوات الله عليهما عن أبي حمزة عن أبي حمزة الثمال عن أبي جعفر عن إمام الباقر في قوله تعالى إنها لأحدى الكبر نذيرا للبشر ماذا قال الإمام الباقر قال يعني فاطمة الآيات الكبرى هي هذه مثل ما قال أمير المؤمنين وأنا أقرأ من صفحة 194 من نفس الجزء الثامن من تفسير البرهان ما جاء في سورة النبأ عما يتساءلون عن النبأ العظيم والرواية هي الأولى ينقلها عن كتاب الكافي عن الجزء الأول وهذا هو كتاب الكافي الرواية موجودة في هذا المصدر مصدرها الأصل هنا الرواية أيضا عن أبي حمزة عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر ينقل لنا كلام أمير المؤمنين في هذه الآيات عما يتساءلون عن النبأ العظيم إمامنا الباقر يقول هي في أمير المؤمنين النبأ العظيم أمير المؤمنين اذهبوا إلى كتب التفسير عند علماء الشيعة يقولون النبأ العظيم يوم القيامة راجعوا كتب التفسير مثل ما يقول المخالفون والنواصب الأعمل أغلب منهم هكذا يقولون قلة قليلة تحدثوا عن أن النبأ العظيم سيد الأوصية أما المراجع الكبار والتفاسير المشهورة جعلت النبأ العظيم يوم القيامة بعض التفاسير ذكروا أن من معاني النبأ العظيم في ذلك دلالة وإشارة إلى أمير المؤمنين بينما روايات أهل البيت وزيارات سيد الأوصية بشكل واضح تصرح هذا اسم خاص بسيد الأوصية النبأ العظيم سيد الأوصية على أي حال ما هو القرآن هكذا فسر بطريقة المخالفين في كتب مراجعنا العظام إمامنا الباخر يقول هي في أمير المؤمنين كان أمير المؤمنين يقول ما لله عز وجل آية هي أكبر مني هو الآية الأكبر هو الآية الأعظم ما لله عز وجل آية هي أكبر مني ولا لله من نبأ أعظم مني هو النبأ الأعظم هو الحقيقة الأكمل هو الآية الأكبر وحينما ندعو في الأدعية من آياتك بأكبرها أكبر الآيات هم محمد وآل محمد فسورة فسورة الإسرائي حين تتحدث عن الآيات العظيمة التي تجلت حول المسجد الأقصى إنها تتحدث عنهم منهم وإليهم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى كما في الروايات فالتفت فوجدت عليا عليا هناك وحين خاطبه الباري خاطب محمدا صلى الله عليه وآله خاطبه بصوت علي صلوات الله وسلامه عليه فالتفت فوجد عليا هو يقول فالتفت فوجدت عليا علي نفسه وهو نفس علي علي مع محمد صلى الله عليه وآله في الظواهر والبواطن وعلي مع محمد على نحو الوجوب والقطع في الأذان والإقامة وفي التشهد الوسطي والأخير في الصلاة وكما يقول وكما يقول صادق العترة فإذا قال أحدكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فليقل علي أمير المؤمنين فالتفت فرأيت عليا هناك هناك في المسجد هذا هو القرآن وهذه هي الآيات ألا تتحدثون يا علماءنا عن تفسير القرآن بالقرآن فهل خرجت عن تفسير القرآن بالقرآن ولكنني ما فسرت القرآن بالقرآن بعيدا عن حديثهم فتفسير القرآن بالقرآن بعيدا عن حديثهم ذلك مسلك شيطاني ذلك مسلك قطبي القرآن لا ينفك عن حديث العترة وحديث العترة لا ينفك عن القرآن بنيان متكامل يشد بعضه بعضا هذا هو الجزء الرابع من تفسير البرهان والرواية ينقلها سيد هاشم البحراني عن تفسير العياش صفحة 522 من الجزء الرابع من تفسير البرهان مؤسسة الأعلم للمطبوعات الحديث الخامس والعشرون منقولا عن تفسير العياش الجزء الثاني من تفسير العياش عن سالم الحناط عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المساجد التي لها الفضل فقال المسجد الحرام ومسجد الرسول يتحدث عن المساجد التي لها الفضل في الدرجة الأولى فقال المسجد الحرام ومسجد الرسول قلت والمسجد الأقصى جعلت في ذاك لأن الناس يسمون بيت المقدس بالمسجد الأقصى قلت والمسجد الأقصى جعلت في ذاك فقال ذاك في السماء المسجد الأقصى في السماء ولا يعني به البيت المعمور كما يتصور البعض البيت المعمور يمكن أن نطلق عليه المسجد الأقصى تجوزا مثل ما نطلق على بيت المقدس المسجد الأقصى تجوزا وسأشرح هذا المسجد الأقصى هو أعلى نقطة وصل إليها نبينا في إسرائه ومعراجه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى النهاية هناك وإلى هذا يشير إمامنا صادق وإلا لقال هو البيت المعمور فالبيت المعمور في السماء الرابعة وعندنا في الروايات المسجد الحرام والمراد من المسجد الحرام الكعبة الكعبة صورة في الأرض عن البيت المعمور في السماء الرابعة والبيت المعمور صورة عن العرش في السماء السابعة أما المسجد الأقصى فهو ما بعد العرش بعد العرش تأتي الحجب والحجب الحديث عنها قد يطول بعد العرش الحجب وبعد الحجب عالم النور هناك على بساط النور في عالم النور هناك في النقطة الأعلى في كل هذا الوجود هناك هو المسجد الأقصى قال سألته عن المساجد التي لها الفضل فقال المسجد الحرام ومسجد الرسول قلت والمسجد الأقصى جعلت في ذاك فقال ذاك في السماء إليه أسري برسول الله الغاية هناك إليه أسري برسول الله فقلت إن الناس يقولون إنه بيت المقدس فقال مسجد الكوفة أفضل من أفضل من بيت المقدس الرواية واضحة تشير إلى أن المسجد الأقصى هو أعلى نقطة وصل إليها النبي الأعظم في إسرائه ومعراجه والرواية أيضا تشير إلى أن الأئمة لا يطلقون هذا اللافظ المسجد الأقصى على بيت المقدس وإذا ما أطلقوه واستعملوه مجاراتا مع الناس وتجوزا ليس أكثر من ذلك وإلا فمسجد الكوفة في أحاديث أهل البيت أفضل من بيت المقدس بكثير وكثير وهذا ما سيتضح في أحاديث أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم المكان الذي يطلق عليه بين العربي وبين المسلمين المسجد الأقصى أهل البيت يطلقون عليه هذا العنوان بيت المقدس يستعملون هذا المصطلح لأنه شاع بين المسلمين على سبيل المثال في نفس الجزء الرابع من تفسير البرهان صفحة 523 الحديث الثلاثون وينقله عن الهداية الكبرى للحسين بن حمدان عن إمامنا الصادق لما أسري برسول الله رأى في طريق الشام عيراً لقريش بمكان فقال لقريش حين أصبح يا معشر قريش إن الله تبارك وتعالى قد أسرى بي في هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى موضوع بين شارحتين يعني بيت المقدس قطعاً هذا الكلام يعني بيت المقدس يمكن أن يكون من الراوي الذي روى عن الإمام ويمكن أن يكون من مصنف كتاب الهداية الكبرى الحسين بن حمدان ويمكن أن يكون من الإمام المعصوم نحن نذهب إلى هذا الإحتمال فلنقل إنه من الإمام المعصوم من إمامنا الصادق لأن النبي صلى الله عليه وآله قال لقريش قد أسري بي في هذه الليلة إن الله تبارك وتعالى قد أسرى بي في هذه الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى المسجد الأقصى كما بينت قبل قليل من نفس الكتاب الكريم ومن نفس حديثهم المسجد الأقصى هناك في أعلى نقطة وصل إليها سيد الكائنات ولكن في طريقه مر ببيت المقدس فإذا كان الكلام من الإمام المعصوم فإن الإمام يشرح جانبا من مضمون حديث رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ركبت على البراق وقد أتاني به جبرائيل إلى آخر الرواية أنا جئت بها مثالا على أن هذا العنوان جاء في بعض الروايات وأشير به إلى بيت المقدس كما في هذه الرواية وإن كان هذا التبيين يعني بيت المقدس لا أدري هل هو من الراوي هذا الشرح من مصنف كتاب الهداية الكبرى من شخص آخر لا أدري ولكن هناك احتمال هو من الإمام الصادق لشرح كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صفحة خمسمية وخمسة وعشرين ينقل سيد هاشم البحراني في الحديث الثالث والثلاثين عن كتاب الاحتجاج للطبرسي عن إمامنا الكاظم عن آبائه صلوات الله عليهم عن احتجاج أمير المؤمنين على يهودي محاجج واليهودي يشير إلى فضائل أنبياء بني إسرائيل إلى أن يقول أمير المؤمنين عن رسول الله إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر مسيرة شهر الحديث عن بيت المقدس هنا الرواية استعملت هذا العنوان تشير به إلى بيت المقدس قطعا قبل نزول القرآن لم يسمي أحد بيت المقدس بالمسجد الأقصى وإنما هذه التسمية نشأت بعد نزول سورة الإسراء فصار المسلمون يطلقون المسجد الأقصى على بيت المقدس إنه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر وعرج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام في أقل من ثلث ليلة حتى انتهى إلى ساق العرش الحديث طويل فهنا أمير المؤمنين أطلق هذا العنوان المسجد الأقصى على بيت المقدس مثل هذا كما يكون الإطلاق على القبلة فنقول القبلة قبلتنا الحرم المكي والحرم المكي واسع جدا هي أرض الحرم التي تبدأ من مواقيت الحج فهي مساحة كبيرة جدا ويمكن أن يقول قائل قبلتنا مكة ومكة هي المدينة ويمكن أن يقول قائل قبلتنا المسجد الحرام والمسجد الحرام ما يحيط بالكعدة ويمكن أن يقول قائل قبلتنا الحجر الأسود فالحجر الأسود جزء من الكعبة ويمكن أن يقول القائل على نحو الحقيقة قبلتنا الكعبة وكل هذه التسميات صحيحة الحرم المكي قبلة هو واقع في جهة القبلة وقريب من مركز القبلة ومكة قبلة والمسجد الحرام قبلة ولكن كل هذا على سبيل التجوز والمسامحة والحجر الأسود قبلة وكل هذا على سبيل التجوز والمسامحة قبلتنا الكعبة إذا أردنا أن نتحدث بلسان الحقيقة والدقة الكعبة قبلتنا فلا الحجر الأسود ولا المسجد الحرام ولا مكة ولا الحرم المكي ولا الحجاز ولا الجزيرة العربية يمكن أن يقول قائل قبلتنا الحجاز قبلتنا الجزيرة العربية ويصح هذا الكلام على سبيل التجوز على سبيل المسامحة على سبيل المجاورة للمجاورة والقرب من القبلة الحقيقية يصح أن نطلق ذلك خصوصا وأن التوجه إلى الكعبة لا يقصد من الكعبة بعينها وإنما المقصود هو سمت الكعبة جهة الكعبة فقبلتنا الكعبة ولكننا حين نتوجه خصوصا من المسافات البعيدة نحن لا نستطيع أن نرسم خطا مباشرا فيما بيننا وبين الكعبة حينما نتوجه إليها في صلاتنا أو في عباداتنا وإنما نحن نتوجه إلى سمت الكعبة فكل مكان يقع في حدود هذا السمت يمكن أن نصفه بأنه قبلة فإسراء النبي ومعراجه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى يقع في سمته وفي جهته يقع بيت المقدس وحتى مسجد الكوفة كان جزءا من الإسراء المخالفون لا يؤمنون بهذا لا شأن لنا بهم أحاديث أهل البيت تحدثنا عن ذلك البيت المعمور يمكن أن نقول عن المسجد الأقصى العرش يمكن أن نقول عن المسجد الأقصى أما الإطلاق الحقيقي للمسجد الأقصى النقطة التي بلغ إليها سيد الكائنات وسجد هناك ولم يصل إليها أحد ذلك هو المسجد الأقصى نهاية الإسراء والإعراج نهاية الإسراء والعروج كيف صارت هذه التسمية شائعة صارت هذه التسمية شائعة وبشكل واسع جدا في زمان الأمويين وبالتحديد في زمان عبد الملك بن مروان فكان هناك تركيز على بيت المقدس لماذا عبد الله بن الزبير انشق وخرج على الأمويين وأعلن خلافته في مكة ودولة الأمويين كانت في حالة ضعف فعبد الملك ابن مروان ما أراد للشاميين أن يذهبوا للحج لكي لا يتأثر بعبد الله ابن الزبير بما له من نسب يرتبط بالزبير ابن العوام كانت أمه أم الزبير عمة للنبي صلى الله عليه وآله وعبد الله ابن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكر وهو يظهر الخشوع والعبادة والتدين والورع ويعلن الخلافة في مكة فلربما هذه العوامل تؤثر على الشاميين فتغير أفكارهم فماذا صنع عبد الملك طلب من ابنه الوليد والوليد كان محبا للعمران مثل ما نقول في يومنا هذا يمتلك شركة مقاولات للإعمار كان يحب العمران وفي حاشيته مجموعة من المهندسين والبنائين والعديد من البنايات ومن الآثار العمرانية التي بقيت من آثار بني أمية هي من بناء الوليد ابن عبد الملك فطلب عبد الملك من ابنه الوليد أن يعيد بناء بيت المقدس وبدأوا بوضع الأحاديث والروايات في فضله حتى فضلوه على الكعبة ستأتينا حكاية المسجد الأقصى الأموي في طوايا هذا البرنامج ولكن نذهب إلى فاصل إرهابي قطبي وبعد الفاصل نلتقي في ثقافة الكتاب والعترة ما يسمى بالمسجد الأقصى في فلسطين يسمى ببيت المقدس وهذا واضح جدا في أكثر رواياتنا وأحاديثنا التي وردت عنهم صلوات الله عليهم متناولة هذا الموضوع وما جاء إطلاقا منهم في بعض الروايات كالأمثلة التي أشرت إليها جاء مجاراة للناس أو جاء على نحو التجوز ومراد مجاراة للناس مثلما يرد في أحاديث أهل البيت فيما يرتبط بمسجد الكوفة وما يتحدثون به عن باب الفيل فهذا الباب لم يكن اسمه هكذا هذا الباب هو باب الثعبان الباب الذي دخل منه ذلك الثعبان الكبير الذي ملأ الكوفة رعبا اقرأوا زيارات الأمير الموجودة في المفاتيح في أكثر من زيارة يتردد الذكر هذا الثعبان لأنها كانت واقعة عظيمة في وقتها الثعبان الذي فر منه الناس وجاء ودخل إلى المسجد وخاطب أمير المؤمنين حكايته معروفة في كتبنا وذكره وارد بشكل متكرر في زيارات سيد الأوصية فسمي هذا الباب بباب الثعبان وكان معروفا في زمان أمير المؤمنين بهذا الاسم لما صار الأمر بيد معاوية ومعاوية كان يسعى في مسح كل شيء يذكر الناس بسيد الأوصية فلأن الناس تتساءل لماذا سمي هذا الباب بباب الثعبان معاوية يخاف من هذا التساؤل فتأتي حكاية الثعبان فأمرهم فجاءوا بفيل كبير ربطوه عند الباب ويأتي الأطفال يعبثون ويلعبون مع هذا الفيل والناس تتفرج علي وأوكل به خدما يخدمون هذا الفيل فسمي هذا الباب بعد ذلك بباب الفيل هو باب الثعبان ومعاوية سماه بباب الفيل ولكن الأئمة حين يتحدثون عن هذا الباب يسمونه بباب الفيل مجارا للأمر الجار بين الناس فانتقلت التسمية من باب الثعبان وهي التسمية الأصلية والتي لها صلة بسيد الأوصياء إلى باب الفيل وذلك له صلة بمعاوية هذا مرادي من أن الأئمة يستعملون هذه الإطلاقات مجارا للناس أو قد يكون من باب التسامح والتجوز في بعض الأحيان كإطلاق مكة على القبلة أو الحرم المكي أو أمثال ذلك لن أذهب بكم بعيداً ولكن تعالوا معي إلى هذه الرواية العلوية المهمة جداً أنا أقرأ عليكم من الجزء الثالث من وسائل الشيعة لشيخنا الحر العاملي رحمة الله عليه منشورات المكتبة الإسلامية أبواب أحكام المساجد صفحة 529 باب 45 الرواية الأولى وهذه الرواية ينقلها عن كتاب الكافي لشيخنا الكليني عن اسماعيل ابن زيد مولى عبد الله ابن يحيى الكاهلي عن أبي عبد الله عن إمامنا الصادق قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين وهو في مسجد الكوفة فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فرد عليه فقال جعلت في ذاك إني أردت المسجد الأقصى يشير إلى بيت المقدس إني أردت المسجد الأقصى فأردت أن أسلم عليك وأودعك جاء يودع الأمير لأنه يريد أن يسافر إلى فلسطين إلى المسجد الأقصى كما يسميه الناس فقال السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته فرد عليه فقال جعلت في ذاك إني أردت المسجد الأقصى فأردت أن أسلم عليك وأودعك فقال له وأي شيء أردت بذلك لماذا تريد أن تسافر إلى هناك وأي شيء أردت بذلك قال الفضل الفضل جعلت في ذاك إنني أبحث عن الفضل إنني أبحث عن الأجر والثواب إنني أبحث عن المكان الأفضل قال الفضل جعلت في ذاك باعتبار أنه أفضل من الكوفة ومن مسجد الكوفة ماذا قال له الأمير فبع راحلتك وكل زادك وصل في هذا المسجد في مسجد الكوفة فإن الصلاة المكتوبة فيه حجة مبرورة والنافلة عمرة مبرورة والبركة منه على إثني عشر ميلا يمينه يمن ويساره مكر وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين الإمام يشير إلى صورة مسجد الكوفة في مرحلة الرجعة بعد ظهور إمام زماننا الروايات هكذا حدثتنا عن صورة مسجد الكوفة في مرحلة الرجعة وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن الإمام الإمام ماذا قال قال والبركة منه على إثني عشر ميلا يمينه يمن ويساره مكر يساره يشير إلى قصر الإمارة الأمير الأمير يشير هنا إلى قصر الإمارة يشير إلى الجانب الأموي في الكوفة وفي وسطه عين من دهن وعين من لبن وعين من ماء شراب للمؤمنين وعين من ماء طاهر للمؤمنين منه سارت سفينة نوح وكان فيه نسر ويغوث ويعوق وهؤلاء من الأولياء في الأمم الأولى وصلى فيه سبعون نبيا وسبعون وصيا أنا أحدهم وقال بيده في صدره وقال بيده في صدره يعني هكذا قال للرجل أشار إليه في صدره لتأكيد الكلام وقال بيده في صدره ما دعا فيه مكروب لتأكيد الكلام عليه بمسألة في حاجة من الحوائج إلا أجابه الله تعالى وفرج عنه كربته الرواية صريحة وواضحة تشير إلى أمرين مهمين الأمر الأول تشير إلى أن بيت المقدس لا يشد له الرحال النواصب يقولون في كتبهم وذلك وذلك من بقايا مفتراه عبد الملك ابن مروان في توجيه الناس إلى بيت المقدس عوضا عن الكعبة سيأتي الحديث عن هذا الموضوع الشيء الأول في الرواية هو هذا واضح من أن بيت المقدس لا يشد له الرحال وإنما يشد الرحال إلى مسجد الكوفة وهذا واضح في الروايات ليس من هذه الرواية فقط عندنا روايات صريحة من أن المساجد التي يشد لها الرحال المسجد الحرام المسجد النبوي ومسجد الكوفة أما بيت المقدس مسجد له منزلة له رتبة له شرف تستحب الصلاة فيه أشرف من مسجد القبيلة أشرف من المسجد الجامعي في المدينة في أية مدينة ولكن لا يقاس فضله لا بالمسجد الحرام ولا بالمسجد النبوي ولا بمسجد الكوفة ولذا الأمير أمره أن يبيع راحلة وأن يأكل زاد وأن يتعبد في مسجد الكوفة ومر علينا كلام إمامنا الصادق حين تحدث عن المسجد الأقصى فقال ذاك في السماء ومسجد الكوفة أفضل من مرت علينا هذه الرواية والروايات وثيرة وكثيرة في هذا الخصوص فهناك أمران الأمر الأول بيت المقدس لا يشد له الرحال هذا أولا والأمر الثاني مسجد الكوفة أشرف وأعظم من بيت المقدس وهذا سيتضح من روايات كثيرة وردت عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعي صفحة خمسمية وتسعة وعشرين باب ستة وأربعين الرواية الأولى الرواية عن أمير المؤمنين ماذا قال أمير المؤمنين لا تشد الرحال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الكوفة هذه المساجد التي يشد إليها الرحال أن الإنسان ينفق المال في السفر إليها وأنه يقصدها ويسعى إليها بيت المقدس مسجد من المساجد المحترمة مسجد من المساجد المباركة ولكن لا يصل إلى درجة المساجد التي يشد الرحال إليها فهذا كلام سيد الأوصياء لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله ومسجد الكوفة صفحة 550 الرواية عن أبي حمزة الثمالي عن إمامنا الباقر الباب الرابع والستون أبو حمزة الثمالي يحدثنا عن الإمام الباقر يتحدث عن المساجد المهمة قال المساجد الأربعة المسجد الحرام ومسجد رسول الله ومسجد بيت المقدس ومسجد الكوفة يا أبا حمزة الفريضة فيها تعدل حجة والنافلة فيها تعدل عمرا الرواية هذه وأمثالها فقد تشير إلى أن بيت المقدس مسجد من المساجد المهمة أن الصلاة تستحب فيه أن أجرا كبيرا للذي يصلي في بيت المقدس ولكن بيت المقدس ليست له تلك الخصوصيات التي هي للمساجد التي يشد إليها الرحال المسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة هذه هي المساجد التي يشد إليها الرحال في ثقافة الكتاب والعطرة هذه نماذج من الروايات والأحاديث عن مسجد الكوفة صفحة 521 لا زلت أقرأ من الجزء الثالث من وسائل الشيعة صفحة 521 الحديث الثالث عن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لي يا هارون ابن خارجة كم بينك وبين مسجد الكوفة يكون ميلا قلت لا أقل قلت لا أقل قال فتصلي فيه الصلوات كلها قلت لا قال أما لو كنت بحضرته لو كنت بحضرته لو كنت قريبا منه لرجوت أن لا تفوتني فيه صلاة وتدري ما فضل ذلك الموضع ما من عبد صالح ولا نبي إلا وقد صلى في مسجد كوفان حتى أن رسول الله لما أسري به قال له جبرائيل أتدري أين أنت الساعة يا رسول الله أنت مقابل مسجد كوفان قال فاستأذل لي ربي حتى آتيه فأصلي ركعتين فاستأذن الله عز وجل فأذن له وإن ميمنته لروضة من رياض الجنة وإن وسطه لروضة من رياض الجنة لاحظوا الميسرة لم يتحدث عنها الإمام لأن قصر الإمارة الرمز الأموي هو عن ميسرة المسجد وقطعا حتى ميسرة مسجد الكوفة هي خير ولكن بحسب ما يراه الناس فقصر الإمارة ظاهرة عارضة طارئة والإمام هنا حين يتحدث يتحدث عن مسجد الكوفة في مرحلة الرجعة لكنه لا يريد أن يمدح هذه الجهة لاحظوا دقة أحاديث الأئمة في البراءة وإن ميمنته لروضة من رياض الجنة وإن وسطه لروضة من رياض الجنة وإن مؤخره لروضة من رياض الجنة وحتى الميسرة هي روضة من رياض الجنة هذه المعاني تتجلى في الرجعة ولكن الأئمة لا يريدون أن يتسرب إلى أذهان الشيعة من أن ميسرة المسجد التي فيها قصر الإمارة هي روضة من رياض الجنة فيتوقعون مديحا لأعدائهم ولهذه القذارة وإن الصلاة المكتوبة في لتعدل بألف صلاة وإن النافلة فيه لتعدل بخمسمائة صلاة وإن الجلوس فيه بغير تلاوة ولا ذكر لعباده ولو علم الناس ما فيه لأتوه ولو حبوا حبوا زحفا هذا هذا هو مسجد الكوفة هذه المعاني خاصة لمسجد الكوفة المساجد التي بهذه الدرجة هي التي يشد إليها الرحال وهي المسجد الحرام المسجد النبوي مسجد الكوفة في صفحة خمسمائة وأربعة وعشرين الحديث العاشر عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر صلوات الله عليه قال قلت له أي البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله أي البقاع أفضل لذلك هذه التسمية هذه تسمية ناصبية حين يتحدثون عن المسجد الأقصى ثالث الحرمين ثالث الحرمين مسجد الكوفة أنا أتحدث بحسب ثقافة الكتاب والعترة لا شأن لي بما يقول النواصب هذا منطق محمد وآل محمد تريدون ثقافة محمد وآل محمد هذه هي ثقافتهم ثالث الحرمين روايات واضحة وصريحة مسجد الكوفة مسجد العاصمة العلوية مسجد العاصمة المهدوية القضية الكبرى هي القضية المهدوية المشروع المهدوي رمز المشروع المهدوي الكوفة رمز الكوفة مسجدها عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر الباقر قال قلت له أي البقاع أفضل بعد حرم الله وحرم رسوله قال الكوفة يا أبا بكر هي الزكية الطاهرة فيها قبور النبيين والمرسلين وغير المرسلين والأوصياء الصادقين وفيها مسجد سهيل مسجد سهيل المعروف الآن بمسجد السهلة اسمه القديم مسجد سهيل وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه وهو المقر الرسمي لإمام زماننا بيته وفيها مسجد سهيل وفيها مسجد سهيل الذي لم يبعث الله نبيا إلا وقد صلى فيه وفيها يظهر عدل الله المشروع المهدوي وفيها يكون قائمه قائم العدل قائم الحق قائم الله بقية الله وفيها يكون قائمه والقوام من بعده الأئمة من آل محمد وهي منازل النبيين والأوصياء والصالحين من هنا كان لمسجد الكوفة هذا الفضل وهذا التعظيم والإجلال والإكرام في ثقافة الكتاب والعترة صفحة خمسمية وخمسة وعشرين الحديث الرابع عشر عن نجم بن حطيم عن أبي جعفر للباقر صلوات الله عليه لو يعلم الناس ما في مسجد الكوفة لأعدوا له الزاد والرواحل من مكان بعيد هذه هي المساجد التي يشد لها الرحال والحرم الثالث ثالث الحرمين مسجد الكوفة والحديث طويل ويبدو أن الحلقة ستنتهي ولم أكمل حديث تحت هذا العنوان فلسطين فلسطين في ثقافة الكتاب والعترة أذهب بكم إلى فاصل درامي وبعد الفاصل الدرامي أعود إليكم الأمويات الأمويات اقتداءاً بسيرة بني أميه وإلا أنا أسأل الشيعة من من الأئمة المعصومين ذهب إلى بيت المقدس من من الأئمة المعصومين ذهب إلى بيت المقدس من؟ نبينا في الإسراء والمعراج ذلك أمر خاص تلك قضية أخرى وسنأتي للحديث عنها ولكن من من المعصومين شد رحاله إلى بيت المقدس الشيعة إلى ما قبل 1967 قبل الاحتلال إسرائيل للقدس كانوا يذهبون يطوفون في بيت المقدس اقتداءاً بالسيرة الأموية هذا هو الذي أقوله الذي أتحدث عن عن إن الساحة الثقافية الشيعية وأن العقل الشيعي قد غزي بالفكر الناصبي ورجال الدين يشاركون في ذلك العلماء أيضاً يذهبون بل حين يكتبون في سيرتهم الذاتية أو حين يكتب عن يعدون من مفاخرهم أنهم ذهبوا إلى بيت المقدس وكأنه حالة خاصة بيت المقدس مسجد مبارك تستحب الصلاة فيه لكن ليست له تلك الخصوصية التي يعتقدها الشيعة فيه تلك خصوصية وضعها الأمويون أقرأ عليكم هذه الرواية لازلت أقرأ من كتاب الوسائل وسائل الشيعة المصدر الحديثي الأول بين فقهاء الشيعة في عملية استنباط الأحكام الشرعية الرسائل العملية من هنا يستخرجون فتاواها عن أبي حمزة قال إن أول ما عرفت عن علي بن الحسين أبو حمزة يتحدث عن أول لقاء له بالإمام السجاد إن أول ما عرفت عن علي بن الحسين أني رأيت رجلا دخل من باب الفيل هذا قطعا بعد واقعة عاشراء بفترة طويلة بسنين إن أول ما عرفت عن علي بن الحسين أني رأيت رجلا دخل من باب الفيل فصلى أربع ركعات فتبعته حتى أتى بئر الركوة وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود فقلت له أبو حمزة سأل الغلام الأسود من هذا قال هذا علي بن الحسين أبو حمزة رأى الإمام السجاد من دون أن يعرفه دخل من باب الفيل تحدثنا قبل قليل عن باب الفيل فصلى أربع ركعات وخرج فتبعه أبو حمزة وإذا بناقتين معقولتين الناقة تعقل حينما تشد من رجلها وركبتها فتبرك على الأرض يقال لها ناقة معقولة وإذا بناقتين معقولتين ومعهما غلام أسود فقلت له من هذا قال هذا علي بن الحسين فدنوت إليه وسلمت عليه فقلت ما أقدمك بلادا قتل فيها أبوك ربما يكون الأمر قريبا جدا ربما وربما يكون بعيدا ولكن قطعا بعد عاشورا من القراء علاقة أبي حمزة الثمالي بالإمام السجاد لم تكن مباشرة بعد عاشورا ولكن بعد فترة زمنية ما أقدمك بلادا قتل فيها أبوك وجدك وهو شخصية عليها الأنظار من قبل الأمويين فقال زرت أبي وصليت في هذا المسجد ثم قال ها هو ذا وجهي أنا راجع إلى المدينة هذا مسجد شد المعصوم إليه الرحال ولكن جئوني برواية شد المعصوم رحاله إلى بيت المقدس المعصومون شدوا رحالهم إلى مسجد الكوفة الإمام السجاد وغير الإمام السجاد ولكن هذه الرواية صريحة جدا الإمام جاء إلى العراق مع ظروف التقية الشديدة التي كان يعيشها الإمام السجاد في المدينة الإمام كان يعيش في ظرف تقية محكم وجاء إلى العراق إلى الكوفة موطن الأخطاء الأمويون حين يسمعون أو يرون الإمام السجاد جاء إلى الكوفة ألا يخشون أنه جاء ليقوم بأمر كما قام أبوه من قبل جاء في أخطر الأزمنة وأخطر الأمكنة لأي شيء يريد أن يبين لنا حقيقة حقيقة من أن المساجد التي يشد إليها الرحال يشد الرحال إلى الحسين وإلى مسجد الكوفة والإمام يشير إلى المستقبل يحدثنا نحن الرواية عميقة جدا سأكمل الحديث عنها في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى نلتقي غدا كي نكمل الحديث تحت هذا العنوان فلسطين في ثقافة الكتاب والأترة فقط أريد أن أنبهكم إلى ملاحظة صغيرة تلاحظون الفارق الكبير بين الذي يريد آل محمد منا أن نتعلمه وبين الذي تقوم المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية بتعليمه لنا وما يقوم به الخطباء وما تقوم به الفضائيات ألا تلاحظون الفارق الكبير هذا هو الذي أتحدث عن السرطان القطبي الخبيث في ساحة الثقافة الشيعية نلتقي غدا إن شاء الله تعالى أترككم في رعاية القمر أسألكم الدعاء في أمان الله ترجمة نانسي قنقر